النصوص الواردة في التحديد من السبال جاءت على نحوه النحو الأول ما جاء فيه الوعيد على جره خوهلاء وبطر كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وجاء أيضا في حديث أبي هريرة مطلقا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وجاء فيه صالما مسلم حديث أبي ذر في الثلاثة الذين لا يكلموا الله ولا ينظروا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذام قال المسبل فذكر الإسبال المسبل والمنال والمنفق صلعته بالحلف الكاذب وهذا مطلق سواء الخيالة أو غير خيالة جمهور العلماء حملوا الأحديث المطلقة في التحذير من الإسبال والوعيد عليه بالنار والعقوبة في الآخرة على الأحديث التي قيد ذلك بالخيالة وبالبطر فقالوا إن المنهي عنه المحرم وجر الإزار خيالة وهو الذي وردت فيه النصوص إذا جره لغير خيالة فهنا جمهور علماء على الكراهة وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن جر الإزار خيالة أغلب منه إذا جره من غير خيالة لكن فيه كلا الحالين هو قد وقع فيه محرم والأقرب ما ذهب إليه الجمهور والأولى بالمؤمن أن يرفع إزاره وأن لا يسبل لما في ذلك من خطورة الوعيد الوالد فيه ترجمة نانسي قنقر